بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة الخامسة قضايا ومشكلات الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الثالث تكوين الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة طبعا لعل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به الأفراد ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم في جميع مجتمعات عالمنا المعاصر لدليل على الوعي الذي أصبح في حالة تزايد مضطرد يوما بعد يوم إذ أصبح الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية وتوفر أسباب الرعاية وكل ما تحتاج إليه من خدمات وفرص عمل مناسبة مطلبا أساسيا من مطلبات المجتمعات الراقية فذوي الإعاقة فرد كباقي أفراد المجتمع له حقوق وعليه واجبات تجاه أمة ووطنه فذوي الإعاقة بحاجة للاندماج والتكيف مع مجتمعه سواء كانت الإعاقة في مرحلة مبكرة أم متأخرة حيث أن تكيف الأفراد ذوي الإعاقة يتأثر بموقف وسلوك الفئة الاجتماعية والمهنية المختلفة نحوهم لو تناولنا الآن شروط تكوين الاتجاهة كما هو مذكور أمامنا بعض هذه الشروط أول شيء تراكم عدد من الاستجابات التي تعلمها الفرد أثناء مراحل نموه مثلا إن وجود الطفل في جو بيتي فيها الأم أقل أهمية من الأب والإناث أقل أهمية من الذكور سوف يولد عنده اتجاه مفاده تعظيم شأن الذكور أيضا وجود الخبرات المؤثرة التي يمر بها الفرد أيضا هذه الخبرات ممكن أن تكون عنيفة ففي بعض الحالات قد يكون لخبرة واحدة مفردة تأثير دائم ويتم تعميمها على كل المواقف المتشابهة أو ذات الصلة وبعض الحالات قد يكون الخبرة جاهزة للطفل يأخذها كما هي أيضا تبني اتجاهات جاهزة أن بعض الاتجاهات قد يكتبسها الفرد عن طريق تقليد والدي أو معلمة أو أحد الأشخاص الآخرين المحيطين به والمؤثلين على حياته بشكل أو بآخر لو انتقلنا الآن لنتحدث عن مكونات الاتجاهات هناك بعض المكونات للاتجاهات ومن هذه المكونات المكون العاطفي طبعا العاطفي هو أسلوب شعوري عام يؤثر في استجابة أو قبول موضوع الاتجاه أو رفضه وقد يكون هذا الشعور غير منطقي أيضا المكون المعرفي هي عبارة عن المعلومات أو الحقاقة التي يعززها حول موضوع الاتجاه أما المكون السلوكي فهنا نتحدث عن نزعة الفرد للسلوك وفق أرماط معينة نتحدث عن تغير الاتجاهات هنا نسأل أنفسنا سؤال ما الذي يساعد في تغير الاتجاهات هناك بعض الأمور ومن هذه الأمور زيادة المؤثرات المويدة للاتجاه الجديد وتخفيض المؤثرات المضادة له أما إذا كنت سألت المؤثرات المضادة له والمويدة فتكون حالة من التوازن إذا تساوت فيكون هناك حالة من التوازن والثبات اثنين ضعف الاتجاه المرات تغيره وعدم ثباته أيضا عدم موضوع اتجاه الفرد أساسا نحو موضوع الاتجاه اشتركوا في القناة